اشتركوا في القناة وكان لي نتائج وجولات غير عادية بالنسبة وإنجازات البطولات وكل حاجة كانت كويسة هو عملها يمكن نجمينا دوت لعب في مصر هنا لعب دولي قبل ما يلعب محلي لعب دولي يعني لعب منتخب مصر قبل ما يلعب محلي في الدور العام هو نجم كبير واسمه أيضا كبير قوي ويمكن بشواخة حقه في مصر أو في الإعلام المصر بمعنى صح لكن لما تسأل عليه في الدول العربية كلها تقريبا حتلاقي لي بصمة كبيرة كمدرب وكلاعب كمان كلاعب بدأ مشواره من التصنيع الحربي لا ده من التصنيع الحربي ثم لعب بعد كده لفريق مصري للبطول ومن مصر البطول اتنقل للنادي الأهلي وحظه كان يعني مش حلوة قوي للسبب واحد إن حرب 67 و63 ودي ظلمت لعيبة يمكن إحنا عشرناهم معظمهم ظلمتهم كتير قوي كرة كان متوقف لأ يتلعب دوري لأ ما يتلعبش لأ مش عارف إيه الكلام ده ممكن أنا أول تقسيمة لعبتها في حياتي في النادي أول تقسيمة لعبتها في النادي الأهلي لعبت معاه وهو اللي صياطني ومن خلاله قدرت ألعب استنج في تيم النادي الأهلي المهم هو لعب مع النادي الأهلي على قد ما قدر وكان لي كل مرة وكان بالنسباله هو يعني ما أنا قلت لكم حظه بخانش كويس كل مرة عاوز ألعب فيها الدوري بتلغي بالسبب إيه زي ما قلت لكم بالسبب الحرب وقبل ما يلعب ويظهر في النادي الأهلي ضموه للمنتخب زي ما قلت لكم لأنه كان لعب مميز مميز لعيب على مستوى يعني كان بير من السرهات باس ويمسك في كرة في نص الملعب ويتأنى لعيب على مستوى عالي جدا أنا أقول لكم أنا لعبت معاه وعارف إمكانياته الدين وبعد ما شعر إن الكرة في مصر خلاص بقت في مأذق وصعب جدا إن الكرة هتتلعب في مصر لفترة من الفترات أم سافر على دبي لعب لنادي أهل دبي ولعب كمان للمنتخب العسكري الإماراتي وتعمل هناك جولات وتعمل ليه هناك إنجازات وحاجة ما فيش بعد كده وفضل فيه لغاية ما اعتز الكرة سنة 78 ومن يومها هو بدأ مسيرته مع التدريب كل واحد بيختار مهدى اللي هو هيكمل فيها بعد الكلام ده كله هو اختار التدريب وبدأ مشواره في التدريب في أهل دبي واشتغل مساعد لمدرب الفريق الأول ودي كانتش سهلة جدا إن أي لعيب يبدأ مساعد لازم يبدأ في الناشئين ويتدرج لحد ما وصل للفريق الأول وانتقل بعد كده لتدريب الشباب والناشئين فيه النادي لفترات طويلة جدا وانطلق فيه مشواره التدريبي جوه وبره مصر كان ضره في مصر عدد كبير جدا من الأندية المصرية زي مثلا سموحة ضومياط وهي في الزهر فريق الألمونيوم كان فرق جامدة قوي بلدية المحلة كان بتلاعب الأهل وزيما كان بتتعبنا والمصري البور سعيدي والقناة وأسوان والمنصورة والأولمبي والفيوم وفاركو فاركو اللي هو موجود دلوقتي في الدرجة الأولى وكان ليه في كل تجربة حكاية أنا طبعا مش عاوز أحكي الحكايات دي لكن هو هسيبه هو اللي يحكيه لكن هو ما ضربش بس في الخليج لا ده ساب الخليج وأمرايح ضرب في ليبيا والإمارات والسعودية والبحرين يعني كابتن ما شاء الله ليه إحنا بنونا سفيري الكرة المصرية لإنه طلع نجوم كبيرة أو المنتخبات العربية خارج القطر المصري هو مش مدرب والسلام لا ده بعد ما هو مدرب كمان كان بيروح زي ما قلت لكم ما ليه بصمات وإنجازات كبيرة أوي وليه نجوم كبيرة أوها صنحها والنجوم دي موجودة لحد هذه اللحظة وأسمها ملعلى في دولها وبعد كده الإنجاز المهم كمان اللي هو كان مش مدرب بس في إفريقيا لا ده ميسيك كمان مدرب منتخب أريتريا والمنتخب القلوم بتاعهم والمنتخب الشباب والناشئين وحقق معهم نتائج عالية جدا وعظيمة أوي وفي نفس الوقت مش بقول لكم بس سفير وخلاص لا ولما بطل تدريب الاتحاد الإفريقي اختاره عشان يكون محاضر للمدربين الأفارقة في الاتحاد الإفريقي لقرط القدم لكن مع الأسف هو تقلق في كل الدول العربية والاتحاد الإفريقي بقول لكم بقى محاضر في الاتحاد الإفريقي هو مدرب على خلق عالي جدا ومدرب ليه شخصيته ومدرب عمل إنجازات في تدريبه ومحاضر في الاتحاد الإفريقي بكل الفرق الإفريقية والعربية عمل فيها نجوم ما استيله منتخباته نجمنا تاريخ كبير في التدريب وعلوم كرة القدم حوالي اتنين واربعين سنة عارفين يعني ما واحد يبدل كده اتنين واربعين سنة وليه جولات ومشوره مع كرة أنا كلما أفتكر حاجة عاوز أقولها عشان هو يستهل أكتر من كده كمان لأن أقول لكم أنا لعبت معاه هو لعيب كان لعيب على مستوى عالي جدا على كل حال حسيب ضيفنا النهاردة بقى يطلع كل اللي جواه هو بدأ كرة في الشارع زي كل النجوم مصر ولا بدأ منين وده اللي نعرفه منه معنا ضيفنا وضيفكم الليلة هو الكابتن مشير عثمان نجم النادي الأهل السابق ونجمه من تاخب مصر والمدرب الكبير على مستوى القارة العربية والقارة الإفريقية دعالوا مع بعض نستقبلوا ونشوف هيقول إيه هنشوف الكلام اللي عنده عاوز يقول إيه إحنا فين بالنسبة للدول الأفريقية إحنا فين بالنسبة للكرة العربية هل عاجبوا حال الكرة المصرية هل ممكن يبقى موجود يقدر يطور